رؤية مختلفة ومعمقة لقضايا بلاده تلك التي يتولاها الامين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري فتراه ينتقل ما بين عواصم العالم فضلا عن لقاءات مع قيادات العراق البارزة ليؤكد حاجة البلاد الى مبادرة سياسية جديدة تعلي قيام الوطنية العراقية وتنقذ البلاد من ازماتها الخانقة في واشنطن نشط الشيخ الضاري بين مراكز صنع القرار فاجرى الاسبوع الماضي مباحثات منفردة في مبنى الكونغريس الاميركي مع السيناتور كريس ميرفي عضو لجنة الشؤون الخارجية واعضاء الكونغريس راجا كريشنا مورثي عضو لجنتي المخابرات والاشراف والمراقبة والديبيد ترون عضو لجنة العلاقات الخارجية ونائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية للشرق الاوسط المباحثات في هذه اللقاءات الموسعة تمحورت حول آخر المستجدات على الساحة العراقية حيث تم التأكيد على أهمية دعم الولايات المتحدة للشعب العراقي ومساعدته في بناء دولة مدنية تتسع لجميع العراقيين وتكون قادرة على حفظ أمن وسيادة البلاد من خلال قوات عراقية مدربة ومجهزة بأحدث المعدات العسكرية وأن يكون ولاءها للوطن والشعب فقط مع إلغاء جميع المظاهر المسلحة ومثل ما واكب الشيخ الضاري كل أحداث بلاده ومؤشراتها البارزة لذا كان ملف الاحتجاجات الشعبية حاضرا في مباحثاته مع الشخصيات الرفيعة في الكونغريس الأميركي حيث أوضح أن التظاهرات السلمية التي تشهدها بغداد وباقي المدن العراقية تهدف لاستعادة الهوية الوطنية العراقية وبناء حكومة بعيدة عن الفساد والمحاصصة المقيتة داعيا في الوقت ذاته للإسراع بتنفيذ المطالب المشروعة للمحتجين وعدم تسويفها والتلاعب بها لأن ذلك سيعقد المشهد العراقي ويزيد الوضع توترا على جميع المستويات كما بحث الأمين العام للمشروع الوطني العراقي في واشنطن خلال عدة اجتماعات ومنها اجتماعه مع عضو الكونغريس الأميركي جان شكاوسكي ملف حقوق الإنسان وسبل تأزيز التعاون في أمن واستقرار العراق حيث تم التأكيد على ضرورة أن يأخذ القضاء العراقي دوره الفعال لمحاسبة مرتكبي الجرائم ضد العراقيين دون استثناء المحوري في لقاءات الشيخ الضاري والقيادات الأميركية هو الموقف المؤيد لحرية الرأي والتعبير وعدم السكوت على عمليات خطف وقتل الناشطين والصحفيين خصوصاً بعد تزايد انتهاكات حقوق الإنسان مع اتساع نطاق التظاهرات الشعبية في بغداد وباقي المحافظات العراقية دعوة صريحة حاملها الضاري تتضمن ضرورة الإسراع بتنفيذ مطالب المحتجين السلميين وتشكيل حكومة مؤقتة للتحضير للانتخابات المقبلة بعد تعديل بعض فقرات الدستور وتغيير مفوضية الانتخابات فضلاً عن ضرورة تمكين المرأة العراقية وإنصافها بالمناصب الحكومية ترجمة نانسي قنقر